الله الرحمن الرحيم السلام على آدم صفوة الله من خليقته السلام على أشيث ولي الله وخيرته السلام على إبريس القائم لله بحجته السلام على نوح المجاب في دعوته السلام على هود الممجود من الله بمعونته السلام على صالح الذي توده الله بكرامته السلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته السلام على إسماعيل الذي فداه الله بدبح عظيم من جنته السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته السلام على يعقوب الذي رد الله عليه بطره برحمته السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمته السلام على إبراهيم من جنته السلام على موسى الذي فلقى الله البحر له بقدرته السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته السلام على شعيب الذي نصره الله على أمتي السلام على داود الذي شاب الله عليه من خطمئته السلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعزتي السلام على أيوب الذي شفاه الله من علتي السلام على أمتي السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتتي السلام على زكري الصابري في محنتي السلام على عزير الذي أزلفه الله بشهادتي السلام على عيسى روح الله وكلمتي السلام على محمد حبيب الله وصفوتي السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص وصفوتي بأخوتي السلام على فاطمة الزهراء ابنتي السلام على أبي محمد الحسام وصي أبيه وخليفتي السلام على عزير الذي سمحت نفسه بمهجتي السلام على من أطاع الله في سره وعلى نيته السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي السلام على من الإجابة تحت قبتي السلام على من الأئمة من جريتي السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوسياء السلام على منfern السلام على من أماß السلام على من فاطمة الزهراء السلام على من قبزتي السلام على من صدرة المنتهاء السلام على من جنة المأوى السلام على ابني زمزمى والصفاء السلام على المرملي بالدماء السلام على المهتوك الخباء السلام على خامس أصحاب الكتاء السلام على قريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء السلام على قتيل الأدعياء السلام على ساكن كربلاء السلام على من بكته ملائكة السماء السلام على من ذريته الأذكى السلام على يأشو بالدين السلام على من عزل البراهيم السلام على الأئمة الزادات السلام على الجيوب المبرجات السلام على الشباه البابلاء السلام على النفوث المسطلما السلام على الأرواح المختلطة السلام على الأجساد العارية السلام على الجسوم الشاعباء السلام على السلام السلام على الدماء السائلات السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات السلام على الدماء السلام على النسوة البارزة السلام على حجة رب العالمين السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين السلام عليك وعلى الملائكة المضادعين السلام على القتيل المظلوم السلام على أحيه المسنون السلام على عليم الكبير السلام على الرضيع الصغير السلام على الأبدان السليباء السلام على العسرة القريباء السلام على المجدلين في الفلوى السلام على الناجحين عن الأوطان السلام على المدخونين بلا أكفى السلام على الأبدان السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان السلام على المحتسب الصابير السلام على المظلوم بلا ناصير السلام على ساكل التربة الزاكية السلام على صاحب القبة السامية السلام على من طهره الجليل السلام على حيان السلام على الصغير سنصر السلام علىちょفاق السلام على reading السلام على someone م السلام على من هدكت حرمة السلام على من أريق بالظلم دم السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على الهضام المستباح السلام على المنحور في الوراء السلام على من جفنه أهل القراء السلام على المقطوع الوثيين السلام على المحامي بلا مؤين السلام على الشيء بالخطيين السلام على الخد التريين السلام على البدن السبيين السلام على الصغر المقروع بالقضيين السلام على الوأس المرفوع السلام على الأجزام العارية في الفلوات تنهشها الزئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريين السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتي السلام على الصغر المقروع بالخطيين المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك البرائي من أعدائك سلام من قلبه بمصابك مقروح ودمعه عند ذكرك مفتوح سلام المفجوع المحزون هنواله المستكين سلام من لو كان معك في الطفور لوطاك بنفسه حد السيوء وبذلا حشاشته دونك للحجوء وجاهزا بين يدانك ونصرك على من بغى عليك وفداكا بروحه وجسده وماله وولده وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وطاء فلئن أخطرتني الزهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأنذب النجا صباحا ومساء ولأبكي أن لك بدلت دموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما داك وتلأهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الإكتياب أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعجوان وأطعت الله وما عصيته وتمسكتا به وبعبله فأرضيتا وخشيته وراقبتا واستحييته وتمنت الجناء وأطفأت الفتاة وتعوت إلى الرشاة وأوضحت سبل السداء وزاهدتا في الله حق الجهاد وكنتا لله صائحا ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعا ولقول أبيك سابعا وإلى وصية أخيك مسارعا ولعماد الدين رافعا وللطغيان طامعا وللطغاة مطارعا وللأمة نافحا وفي غمرات الموت سابحا وللخساة مكافحا وبحجد الله صائما وللإسلام والمسلمين راحما وللحق ناصرا وعند البلاء صابرا وللدين جالئا وعن عوزته مراميا تحوط الهدى وتمسره وتبسط العدل وتمشره وتمصر الدين وتظهره وتكف العابدى وتججره وتأخذ للدني من الشريف وتساوي في الحكم بين القوي والطحيب كنت ربيع الأيساء وعثمة الأمام وعث الإسلام ومعدن الأحكام وحليف الإنعام سالكا طرائق تدكا وأبيه مشبها في الوصية لأخيه وفيها السماء رضيها أشياء وحليف الإنعام ظاهر الكرم متهجدان في الظلام قويم الضرائق كريم الخلائق كريم الخلائق عظيم الثواب شريف النساء منيف الحسار وفي عمسار وفي عمسار كثير الملاقين محمود الضرائق جزيل المواهيد حليم رشيد منيب جواب حليم شديد إمام شهيد أواه منيب حبيب مهيد كنتا للرسول صلى الله عليه وآله ولدا وللقرآن سندا وللأمة عبدا وفي الطاعة مجتهدا حافظا للعهد والميساق ماكبا عن شبل الفستاء بادلا للمجهود طويل الركوح والسجود زاهدا في الدنيا ذهد الراحل عنها ناظرا إليها بعين المستوحشين بلها أعمالك عنها مجفوفا وهمتك عن دينتها مقروفا وألحابك عن بهجتها مقروفا ورغبتك في الآخرة معروفا حتى إذا الجور متى باعا وأكثر الظلم طناعا ودع الغي أتباعا وأنت في حربي زدك قاطئين وللظالمين مبايئين زليش البيت والمحراء مقتدل عن النفات والشهوات تنفر المنكر بقلبك ولسانه على حسب صاقتك وإمكانك ثم اقتضاك العلم للإمكان ولزمك أن تساهد الفتار فترت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك وصدعت بالحق والبينا ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنى وأمرت بإقامة الحجود والطاعة للمعبود ونهيت عن الخبائس والتغياء وواجهوك بالظلم والحجوان فتاهدتهم بعد الإيعاب إليهم وتأجيب الحجة عليهم فمكثوا ثمامك وبيعتك وأسخطوا ربك وجدك وبدعوك بالحار فتبت للطعم وفضار وطحمت جنود الفجار وقت حمت قصل الغبار جابدا بذل فقار كأنك علي المختار فلما رأوك ثابت التاش غير خائف ولا فاش نطبوا لك غوائل متره وقاتلوك بكيبهم وشره وأمر اللعين جنودا فمنعوك الباء وورودا وناجدوك القتاء وعاجدوك النزاء ورشقوك بالسهاب والهداء وبسطوا إليك أكب الإسلام ولم يرعوا لك ثماما ولا راقبوا فيك آساما في قتله أولياء ونهبه رحالا وأنت مقدم في الهبواء ومحتمل للأذياء قد عجبت من صبر جاء ملائكة السماوات فأحجقوا بك من كل الجهات وأتخنوك بالزراح وحالوا بينك وبين الرواح ولن يبقى لك ناصير وأنت محتسن صاطير تذب عن نسوتك وأولاديك حتى نكسوك عن جواديك فأويت إلى الأرض تريحا تطعك الخيول بحواترها وتعلوك المقاطئ ببواترها قد رجعا للموت تبين واختلبت بالإنقباض والإنبساط شمالك ويبين تدير طربا خبيا إلى رحبك وبيتك وقد شغلت بلأسك عن ولدك وأهابه وأسرع صوتك شاردا إلى خيابه قاصدا محمحما باكيا فلما رأينا النساء جوابك مخديا ونظرنا سرجك عليه منويا فردنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود إلى أطناء الوجوه سافرا وبالعويل داعيا وبعد العز مدللات وإلى مطرعك مبادرات والشمر دالت على قدر مولغ سيفا على محر طابط على شهفتك بيده ذابح لك بمهنده قد سكنت حواء أكسود وخفيت أنفاشود ورفعا على القنار أكسود وسبيا أهلك كالعبيد وصف خدوث الحديد فوق أكتاب المطيات تنفع وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوان أيديهم مغلولة إلى الأعمال يطاف بهم في الأسواق الويل للعصاة الفساء لقد قتلوا بقتلك الإسلام وأطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السننى والأحجام وهدموا قواعد الإيمان وحرقوا آيات القرآن وهمجوا في البغي والعجوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغدر الحق إذ قهرت مغهورا وفقدا بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتمزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاج والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل فقامنا عيجا عند قبر جدك الرسول صلى الله عليه وآله فنعاجا إليه بالدمع الهطول قائلا يا رسول الله قتلا سبقك وفتاك واستبيحا أهلك وحماك وسبيت بعدك ذرائيك ووقع المحذور بحذرتك وذويك فانتعت الرسول وبكى قلبه المهول وعزاه بك الملائكة والأنبياء وفجعت بك أمك الزهراء واختلفت جنود الملائكة المصربين تعزي أباك أمير المؤمنين وأقيمت لك المآتم في أعلى علين ولطمت عليك الحور الحين وبكت السماء وسكانها والجنان وخدانها والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها ومكة وقليانها والجنان وولدانها والبيت والمطار والمشعر والحرام والحل والإحرام اللهم فبحرمتي هذا المكان المنيف صل على محمد وآل محمد وحشرني بزمرتي وأدخل للجنة بشفاعتين اللهم إني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين ويا أكرم الأكرمين ويا أحكم الحاجئين بمحمدين خاتمين نبيين رسولك إلى العالمين أجمعين وبأهيه وابني عمين أنزع البطئين العالم المتين عليه الأمير المؤمنين وبفاطمة سيدة نساء العالمين وبالحسن الزجي عصمة المتقين وبأبي عبد الله الحسين أكرم المستجهدين وبأولاده المقتولين وبحترتي المظلومين وبعلي بن الحسين أجزين العابدين وبمحمد بن علي قبلة الأولين وجعفر بن محمد أصدق الصادقين وموسى بن جعفر مظهر البراهيم وعلي بن موسى ناصر الدين ومحمد بن علي قدوة المختدين وعلي بن محمد أزهد الزاهجين والحسن بن علي والحسن بن علي وارث المستخلفين والخلفين والحجة على الخلق أجمعين أن تصلي على محمد وآل محمد الصادقين الأبرين آل طاها وياسين وأن تجعلني في القيامة من الآمنين المطمئنين الفائدين الفرحين المستبشرين اللهم اكتبني في المسلمين وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين وانصرني على الباغين واكفني كيد الحاسبين واصرض عني مكرى الماكرين وقبض عني أيدي الظالبين واجمع بيني وبين السادة الميامين في أعلى عمليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديخين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أقسم عليك بنبيك المعصوم وبحكمك المحتوم ونهيك المتجوم وبهذا القبر الملموم الموسد في كنبي الإمام المعصوم المقتول المظلوم أن تكشف ما بي من الغموم وتصرف عني شر القدر المحتوم وتجيرني من النار ذات الزموم اللهم جلني بنعمتيك وربني بقسمك وتغمدني بجودك وكربني وباعدني من مجركا ونقبئك اللهم عصبني من الزلال وسدبني في القول والعمال وافسح لي في مدة الأجآل واعفني من الأوجاع والعدآن وبلغني بمواليا وبفضلك أفضل الأبآل اللهم صل على محمد وآل محمد وقبال شهبتي وارحام عبرتي وأقلني عسرتي ونفسي اسكربتي واغفرني خطيئتي وأصلحني في بريتي اللهم لا تدعني في هذا المشهد المعضاء والمحل المكراء ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سفرت ولا غما إلا كشبت ولا رزقا إلا فسقت ولا تاها إلا عمرت ولا فتادا إلا أصلحت ولا أملا إلا بلغت ولا دعاعا إلا أدبت ولا مبيطا إلا فردت ولا شبلا إلا جمعت ولا أمرا إلا أتممت ولا مالا إلا كثرت ولا خلقا إلا حسنت ولا إنفاقا إلا أخلقت ولا حالا إلا عمرت ولا حسودا إلا قمعت ولا عدوا إلا أرديت ولا شروا إلا كفيتا ولا مرضا إلا شفيتا ولا بعيدا إلا أدنيتا ولا شعثا إلا لممتا ولا سؤالا إلا أعطيتا اللهم إني أسألك خير الغاجلا وسواب الآجلا اللهم أغمني بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأماء اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا ذاكيا وصبرا جميلا وأجرا جديلا اللهم ارزقني شكرا نعمتك علي واذبني في إحسانك وكرمك إلي واجعل قوي في الناس مسبوعا وعملي عندك مرفوعا وأثري في الخيرات مسبوعا وعدوي مطموعا اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار في آناء الليلي وأقراف النهار واكفني شر الأشرار وطحرني من الذنوبي والأوزاع وأجرني من النار وأدخلني دار القرار واغفرني ولجميع إخواني فيك وأخواتي المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين